عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الدوري في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة القاضي دكتور علي ناصر سالم رئيس المجلس وطلع المجلس على التغرير المقدم من وزير العدل بشأن أداء الوزارة للعام 2019 وناقش المجلس عددا من التقارير المرفوعة إليه من قبل الهيئات القضائية والمتعلقة بتسوية أوضاع بعض القضاء وفصل في عدد من التظلمات المرفوعة إليه من بعض أعضاء السلطة القضائية المشفوعة برأي هيئة التفتيش القضائي والمتعلقة بنقل بعض القضاء وتأديبهم كما اطلع المجلس على ما يتعرض له بعض أعضاء السلطة القضائية ومقراتها ومنتسبيها من اعتداءات تؤثر على أداء مهامهم وأكد المجلس في هذا الصدد على ضرورة أن تقوم الأجهزة الأمنية ببدل مزيد من الجهود والقيام بواجبها لحماية أعضاء السلطة القضائية ومقراتها وإظهار حيبة الدولة ليتسنى لأجهزة العدالة من أداء واجبها والمهام المناطح بها خدمة للوطن والمواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تطلب تضافر جميع أجهزة الدولة وشهد المجلس بأعضاء السلطة القضائية الذين يؤدون واجباتهم القضائية اليومية على أكمل وجه والارتقاء بعملهم وتحقيق العدالة للمواطنين بكل يسر وسهولة وبروح المسئولية القضائية والقانونية مؤكدا أن القضاء سيظل شامخا وسيستمر في متابعة كافة القضايا الدستورية والقانونية وتعزيزا لسلطة القضاء في كافة المجالات وقد اتخذ المجلس عددا من القرارات الهادفة إلى تعزيز عمل ومهام السلطة القضائية